2019 كانت سنة رائعة بصناعة الأفلام على العكس تماما من صناعة الألعاب اللي واجهت العديد من الطلعات والنزلات قبل فترة عملت قائمتي لأفضل عشر ألعاب لعبتها في 2019 روح شوفها لو مهتم لأنه اليوم صار الدور على أفضل الأفلام رح شارككم قائمتي الشخصية لأفضل الأفلام اللي شفتها بهاي السنة بمعنى أنها قائمة من زوء الشخصة وليست باختيار النقاد أو الرأي العام يعني طبيعي جدا تشوف فيلم بهاي القائمة ما عجبك أو ما تشوف فيلم عجبك وأكيد طبعا محصورة فقط على الأفلام اللي أنا شفتها يعني أنا ما شفت كل أفلام 2019 لكني طبعا شفت عدد كافي لحتى يخليني إطلع بقائمي أقل واحد فيها بيستحق المشاهدة ويلا بدون أي مقدمات زيادة خلونا نبدأ بأفضل عشر أفلام شفتها في سنة 2019 في المركز العاشر دكتور سليب أفلام الرعب مؤخرا صارت كتير مملي كلياتها صوتيات ومرئيات مرعبي بس مشان يخلوك تطلع من الفيلم خيفان هذا الهدف بدون أي أدنى اهتمام بأي عنصر آخر هالكلام مش موجود بداكتور سليب فنوعية الرعب المستخدمي هون عظيم يا جماعة لدرجة أنه الفيلم ممكن يبدأ وينتهي بدون جنب سكير واحد بدون الصوتيات الرخيصة بدون تفزيع وكأنك حمامي فيتي على مزرعة نوعية رعب ما بتشوفها ولا بتسمعها بل بتحس فيها وما رح تنساها بسرعة نوعية بتعتمد على قوة تقديم مادة الرعب من خلال القصة نفسها خلاني كل ما تذكرت لقطة معينة أو نظرة على عيون شخصية حس حالي خيفان هذا غير حقيقة طبعا أنه الفيلم هذا كان السيكول الأمثل لذا شايني تكريم يليق بالراحل ستانلي كوبريك وبالرواءة الكبير طبعا ستيفن كينغ في المركز التاسع The Peanut Butter Falcon هذا الفيلم إنساني ولطيف جدا بيحكي قصة مهمة عن كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وشلون أنه أنت مو لازم تحكي معهم كلام حلو أنت لازم تعاملهم معاملي ما تحسسهم بأنهم مختلفين من الأفلام النادرة اللي ما حسيت بوقتي معه واندمجت لدرجة أني ما بدي إياه يخلص هذا أول عمل لمخرجينه ولو كانت كل أعمالهم القادمة بنفس المستوى هذا فأنا مستعد إدعمهم للأبد في المركز الثامن Knives Out فيلم جريمي وتحقيق رائع ومختلف تماما عن بقية الأفلام من هالنوعية ما حاول يخليني يعيش دور المحقق بقدر ما خلاني مصدوم ومتفاجئ طول الوقت بيحكي أيضا قضية مهمة بعالمنا وباختلاف نظرات الناس لبعضها وكيف إنه هالنظرة هاي ممكن تتغير بلمحة بصار من الأفلام اللي بسهولة فينك تستمتع فيه سواء تفرجت له لحالك أو تابعته انت والعيلي وما رح تندم على الوقت اللي حطيته في المركز السابع The Farewell فيلم صيني بيحاكي موضوع مهم جدا ما هو القاتل الحقيقي؟ المرض الجسدي؟ ولا الحالي النفسي؟ مستحيل إنسى عبارة بهذا الفيلم قالتها أحد الشخصيات للشخصية الأخرى إنه الناس ما بيموتوا بسبب السرطان بل بسبب الخوف منه The Farewell فيلم درامي كوميدي عظيم فعلا سعيد إنه شفته قبل أيام قليلة من شغلي على هذا الفيديو في المركز السادس جوكر جوكر من الأفلام اللي بسهولة فينك تلمس جودتها وبسهولة فينك تضيع الكثير منها عجبتني كلمة ملحنت الفيلم لما فازت بالGolden Globe قالت أوه توقعت إن كننسيته الموسيقى دلالة منها على إنه الناس نسيت كل شيء بهذا الفيلم وركزت فقط على الرائع خواكين فينيكس اللي قدر بجدارة يشيل فيلم صعب كتير مثل هذا ما بعتقد أي ممثل آخر ممكن يقدر يشيله خل عيوننا تنعمه عن مجموعة إيجابيات أخرى بالفيلم ممكن ما لاحظناها ومجموعة سلبيات أيضا قد يكون فيلم الجوكر هو يأنجح فيلم بهاي السنة مو بس على الصعيد التجاري أو الشعبة بشكل عام بل أيضا على الضجي الكبير اللي عمله سواء للناس اللي حبوه أو اللي كرهوه بعتقد إنه الضجي اللي عمل الفيلم هذا تفوقت بكتير على الضجي اللي عمله Avengers Endgame أو Star Wars The Rise of Skywalker في المركز الخامس فورد في فراري لما سمعت عن فورد في فراري قلت أكيد إنه Another cheap car racing piece of shit على غرار Fast and Furious و Baby Driver لكن المفاجأة هون كانت مدوي يا جماعة فيلم درامي بالمقام الأول بيحكي قصة حقيقية بتجسيد مبهر خلاني اتفاجأ إنه كل هالشغلات صارت بالواقع وأنا آخر من يعلم فورد في فراري فيلم سيارات لكن السيارات آخر شي مهم فيه فلو بدي أعطيك عشر إيجابيات بهذا الفيلم بعتقد آخر شي رح أذكره هو لقطات الأكشن اللي بالسيارات فأنتي عندك قصة مكتوبة بكل عناي ودقة تمثيل رائع من الكل وتحديدا كريستين بيل إنتاج ضخم ومكلف لتجسيد الحقب الزمني هاي والكثير من الإيجابيات الأخرى اللي كانت عم تمشي على سيارة ثابتي ومتألقة بقيادة كين مايلز في المركز الرابع ماريج ستوري على الرغم من خيرة الأفلام اللي عملها نواء بومباش إلا إنه بحياتي ما شفتله ولا فيلم وماريج ستوري كان أول فيلم بشوفه لهذا المخرج تخيل؟ وطبعا أكيد ما رح يكون الفيلم الأخير لأنه ماريج ستوري فيلم متكامل فعلا قدم لي دراما قد تكون الأفضل من بين كل الأفلام اللي بتحاكي المشاكل الزوجية ما فيه ولا سلبية وحدة بتخليني أقول أنه بيستحق أقل من التقييم الكامل كل شي بهذا الفيلم كان صح من ناحية كتابي وإخراج وتمثيل ونهاي كل شي صح بهذا الفيلم وبتزيد قيمته أكتر لما بتقارن كتابة النص الأصلي مع التنفيذ النهائي وبتشوف كيف فعلا الفيلم هذا تنفذ بطريقة مثالية وحديثا عن التنفيذ المثالي بيجينا المركز الثالث 1917 أوه عاد هذا الفيلم تجربة سينمائية عظيمة بتحسوا مرسوم رسم بتحس كل فريم مدروس دراسي بهذا الفيلم كتير ناس شفتن أثنوا على روجر ديكنز كمصور أو سام مندس كمخرج أما أنا فبثني على الجميع كل الموجودين بهذا الفيلم أمام الكاميرا وخلف الكاميرا عملوا شغل جبار فعلا لأن الترتيبات لكل مشهد بهذا الفيلم تتطلب أشهر لحتى نشوفه بهالجودي الخرافي والكثير من التدريبات والتجهيزات اللي تبدو أشبه بالمستحيلة هذا غير أنه الممثلين أيضا عملوا شغل عظيم واللي للأسف أنه راح شغلهم هذا كله وإبداعهم بسبب أنه الناس كلن بهرت بأسلوب إخراج الفيلم لما بتشوف الفيلم هذا للمرة الثانية وبتحاول تركز شوي على الجوانب الإخراجية راح تلاقي أنه العمل فعلا منظم بشكل بيخليك تعتقد أنه كذب أنا بعرف أنه بيردمان سبقوا بالفكرة هاي وبردمان أيضا فيلم عظيم وأسطوري لكن بيردمان تصور ببيئة محدودة على العكس من 1917 اللي تصور ببيئات ضخمة فعلا وعلى فكرة الأسلوب الإخراجي هذا ليس فقط استعراض عضلات إخراجية مثل اللي شوفناه بدونكيرك مثلا لا ما ببالغ لما بقولك أنه الأسلوب هذا تبع اللقطة الوحدي المتواصلة قد يكون من أكبر أسباب تعلقي بالفيلم هذا وحبي للقصة والشخصيات سام مندز لما رح يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل مخرج هو مو بس لأنه استخدم تقنيات رهيبة بل أيضا لأنه استخدمها لحتى تخدم رواية القصة بشكل مبهر في المركز الثاني باراسايت هذا الفيلم يا جماعة تبنى فكرة الطبقات الاجتماعية المختلفة بشكل خلاني شوف فيلم أس عبارة عن كتلي من الهراء بعد ما كنت منبهر من روعته باراسايت فيلم عبقرف فعلاً بيجمع لك كل اللي بدك ياه من أي فيلم وبجيب لك ياه هون على أعلى جودي ممكنة كوميديا، دراما، إثارة، تشويق، رعب، غموض، كل موجود في قصة وإخراج وتمثيل قد يكونوا من أكثر الأشياء المفاجئة اللي شفتها في هذا العام ما ببالغ لما بقولك بأنه كل صغيري وكبيري بهذا الفيلم إلها معنيين أو double meaning معنى ظاهرة بتشوفه بشكل واضح أو بتسمعه بالحوارات ومعنى مبطن بحط لك ياه المخرج كلغز مشان أنت كمتابع تحاول تحله وتستكشف عظمة القصة والرسالة أكتر وأكتر باراسايت فعلاً فيلم عظيم وهو أفضل فيلم شفته بـ 2019 إلا أنه في الفيلم اللي بالمركز الأول هذا يعني هذا قيمة ما نزل رح ياخد المركز الأول بدون أي تفكير في المركز الأول وأفضل فيلم شفته في 2019 هو The Irishman يعني شايفين اللي هلأ ما ذكرت الفيلم مفكرين أني ما رح حطه بالقائمة الأساسية مثلاً ولا لا تكون مفكرين أنه ما عجبني أو مفكرين أني أنا من جماعة اللي الفيلم طويل وثلاث ساعات ونص وبدأ اسمه نصين وما بعرف شو فيلم قصير لا يعني احكوه بالمنطق يا جماعة The Irishman أكبر بكتير من مجرد فيلم بيحكي قصة اختفاء جيمي هافا أو بيحكي لنا حياة فرانك شيران لأنه على الرغم أنه الفيلم هذا جسد الحقب الزمني هاي بشكل مثالي إلا أنه الهدف كان أكبر بكتير سؤال مهم سألته لنفسي بعد مشاهدتي لهذا الفيلم أنا شو آخذ من ها الدنيا؟ أنا مين لحتى أطغى بالأرض بشبابي بدل ما أستغلوا بشيء الناس يتذكروني فيه بالخير؟ نظرات الندم شفتها بعيون روبرد دانيرو بطريقة عبقرية لتجسيد الخوف من الآخرة ونظرات الندم وأحساس أنه أنا شو عملت بحياتي؟ أنا غسرت كل شيء منشان ولا شيء خلاني أعرف أنه الواحد لازم يحسب حساب الشيء اللي عم يعملوا ترى فيه آخرة وفيه حساب وفيه حياة أخرى غير اللي نحن عايشينا هلا ورح تتأثر أكتر بهذا الفيلم لما بتعرف أنه كل اللي اشتغلوا عليه أشخاص بأعمار الستينات والسبعينات والثمانينات من أعمارهم وهذا نحن لسه طبعا ما حكينا عن الجوانب التقنية والفنية بهذا الفيلم قصة ملياني إسقاطات على الحكومات والسياسيين تجسيد رائع ومرعب لحياة العصابات وجود أسماء عظيمة بقائمة التمثيل والعجيب أنه ولا واحد فيهم موجود بسبب اسمه كلهم موجودين لحتى يخدموا رؤية العبقري مارتين سكورسيزي أنا ماني حابب كتير فوت بالتفاصيل لحتى ما أحرق بالغلط بس سديني لما بقولك بأنه هذا الفيلم عظيم بكل شي فيه سواء بالتجسيد اللي جسدوا للقصة الحقيقية أو بالرسالة اللي كانت من أكتر الأشياء اللي تأثرت فيها في هذا العام بين كل الأعمال سواء أفلام ومسلسلات أو ألعاب حتى هاي كانت قائمتي الأساسية لأفضل الأفلام بما أنه 2019 كانت سنة عظيمة ومليانة أفلام قوية فما فينا ببساطة حط لك بقية الأفلام بقائمة شرفية وقولك يلا فمشان هيك رح وسع القائمة شوي إلى خمسطعش وأعطيكم الأفلام من خمسطعش إلى إداعش بشكل سريع شو رأيكم بالفكرة؟ خمسطعش جوجو رابت بغض النظر عن أنه الفيلم مليان تلميع لليهود والسوبرهيرو أميريكان إلا أنه الكوميديا كانت رائعة وفيه رسالي يا رجل بتجسد عالمنا العربي حالياً بالحرف الواحد أربطعش The Lighthouse فيلم كتير حلو وعجبني بس مستحيل إنصح حد يتفرج عليه تلتعاش Us من الأفلام الرائعة جداً اللي تبنى فكرة الطبقات الاجتماعية وطريقة سرده وتصويره والتمثيل كل شي كان حلو كان موجود بالقائمة الأساسية أصلاً بس بتعرفوا يعني بارسايت جوردن بيل هذا لو يبطل حركات العنصرية تبعه رح يصير بالراحة من أفضل صناع الأفلام بالنسبة لي إذا شفت الفيلم هذا عزيزة المتابع وما استمتعت فيه فطبعاً أنت عندك مشكلة معينة ولازم تراجع حساباتك إداعش Once Upon a Time in Hollywood تقريباً هذا أكتر فيلم شفته بهاي السنة هو والجوكر و The Irishman كلهم شفتهم ثلاث مرات وبعد شوي رايح بلش بالمرة الرابعة من الأفلام اللي كتير بستمتع فيه بمجرد أني أقعد هيك وجب لي شغلي أشربة واستمتع بالرحلة الطويلة والجميلة عموماً اكتبولي أنتوا رأيكم بالتعليقات شو أفضل الأفلام اللي شفتوها ب2019 وإذا في شي فيلم حلو هيكي أنا ما ذكرته بالقائمة هاي فين كنت تكتبوليها بالتعليقات ممكن يعني تفتحوا لي عيوني على فيلم يكون حلو وممتع وأنا ما بعرفه لا تنسوا طبعاً اللايك على الفيديو إذا عجبكم تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين لحتى تاخدوا المزيد من عالم الألعاب والمسلسلات والأفلام شكراً كتير لكم على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم